بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا نعمل لطبعا اندي الاول اللي هو والابجيكت التاني في ملاحظة مهمة او كابسولة مهمة بدك تخليها في بالك انه بمجرد ما ننشئ من اللي عامل وراثة فاحنا بنعمل من كلاس الابن وابجيكت من كلاس الاب التنين بيكونوا في واحد تحت مؤشر بنفس اسم اللي انت عملته فعند تنفيذ السطر الاول اللي هو راح ييجي في الرام طبعا احنا هنا شغلنا اللي بنحكي فيه في الرام تحديدا في الهيب حكينا عن التفاصيل هاي هينشئ الاول هاي الاوبجيكت الاول الاوبجيكت الاول اللي موجود عندي المؤشر تبعه من نوع شو الاوبجيكت الاول خليك فاكري كويس من نوع اوارلي امبلويي طيب جميل الاول ما ينشئ الاوبجيكت لاحظ معايا انيو اوارلي امبلويي المفروض انيو اوارلي امبلويي عند انشاء الاوبجيكت بيتم استدعاء الكونستركتور فاول ما يتم انشاء الاوبجيكت بيتم استدعاء الكونستركتور الافتراضي اللي موجود في الاورلي امبلويي وين الكونستركتور الافتراضي الكونستركتور الافتراضي بيكون هيو. شكله زي هيك. قل لك قبل ما ينشئ الابجكت الاور الامبليي بيروح بينشئ الاب. كيف بينشئ الابجكت الاب? يعني تسلسل خطوات الانشاء اول شيء بيروح. قبل ما يعبي بيانات الابن بينشئ الابجكت الامبليي. ابجكت من كلاس الامبليي. ابجكت مش نفس الابجكت. هذا هو عبارة عن كلاس الاب. او نسخة من كلاس الاب. شو في بيانات? لحتى الان في بيانات الاي دي والنام. ولاحظ معايا انه هي الكلاس تبع الامبليي وخلينا فاكرين انه المتغير اكس قيمته الافتراضية سفر وهو معرف وين? في الكلاس مش في الابجكت لانه استطيع. خليك فاكر. فعنده اي دي ونام الاي دي اخد زائد زائد اكس. فاللي صار اول ما انشئ اوبجكت الاب راح على الاكس قيمة هزيرو زودها واحد فصارت واحد فخزن هنا قيمة الابجكت واحد. بعد ما خلص انشاء اوبجكت الاب طبعا قيمة انه من لانه القيمة الافتراضية للابجكت سنال. بعد ما خلص انشاء اوبجكت الاب راح انشأ اوبجكت الابن واستدعى كونستركتور الابن وعبى بياناته اللي هو المفروض عند الابن في البيانات اللي هي الاورز واي الاور برايس. قيمتهم الافتراضية طبعا كم? هذا لما انشأ السطر الاول اللي هو في المين? لما ايجا انشأ السطر التاني السطر التاني هذا عمل اوبجكت تاني خالص نفس الاوبجكت الاول تمام نسخة منه وكذلك نفس الفكرة عمل نسخة من اللي موجود جواته او عمل جواته نسخة من اللي انت تخيلها زي هيك اسهل للفهم. والاي دي بيساوي زائد زائد اكس هي اكس واحدة لانه مشترك واحد يعني عليك. فخلى الواحد اتنين فجاب قيمة الاتنين هنا والن اخد اللي هي ما زالت محدش عباها وخزن بداخله المتغير اللي اسمه وهذا الابجكت صار اسمه اي تو. اتو اوبجكت هدولا موجودين بداخل الرام جميل جدا. الان لاحظ معايا لما احنا حكينا انه الكلاس اللي اسمه طبعا هذا الكلاس المفروض اسمه هذا هو السلرد امبلوي. السلرد امبلوي لما ورث من الامبلوي هذا لا يعني انه الخصائص اللي موجودة فيه تم تكرارها مرة تانية. لا اطلاقا ما تكررت الخصائص. هي الخصائص موجودة نفسها ولكن بيقدر الابن يستخدمها. يعني خاصية الاي دي والنام موجودة بداخل الابجكت الامبلوي اللي هو بداخل الابجكت السلرد امبلوي فقدر الاي تو يستخدمها اذا هي بابلك. فلو هذا بابلك وهذا بابلك هيقدر يستخدمهم. ايضا لو هذا بابلك برضو هيقدر يستخدمهم. فلما بنحكي وراثة خلينا فاكرين في كلمة احقية الاستخدام. يعني المؤشر تبعي الابجكت جادر انه يستخدم الاي دي والنام مادامو بابلك. خلينا نعمل حركة تانية ونتبع كمان مرة. طبعا هي الابجكت الاول الاور لامبلوي نرجع على الامبلوي بدي اعمل المتغيرات برايفت جميل. انسيرت كود بديش اعملهم بايدة الان بدي اعملهم بشكل جاهز. وبدي اعمل والجتر للاي دي والنام وبدي اعمل عشان يخليهم برايفت. ممتاز. وبدي اجي ايضا على مين? على الابجكت تبع الابن اللي اعمل وراثة. نفس الكلام على الاور بالزر اليمين. انسيرت كود ايضا انكابسوليت فيلدز. تمام. الان لاحظ شو اللي صار عندي? صار عندي في اوبجكت الاب لمن تم انشاؤه. طبعا لحاله غير لك اياهم ليش? لانه انت اعملت بشكل اوتوماتيكي للجترز والسيترز. لاحظ اللي صار معايا انه صار عندي مثود. جيترز وسترز. ل الاي د والنام وبرضو سيترز لل... والنام كمان? وهنا صار عندك جيترز وسترز. للأي دي للأورز في برضو ست كمان وصار عندي جيترز للأور برايس وست لأور برايس. فصار عندي مثود مثوتين تلاتة اربعة موجودين عند الكلاس الابن وهدول صاروا طبعا ما حدش قادر يوصلهم. وهنا ايضا هدول صاروا محدش قادر يوصلهم وصار في عندي كمان هنا اربعة لجتو الست للنيم والجتو الست للآي دي فصار عندي بمجموعة تمن مثودات موجودة جوه الأوبجيكت المتأشر او المؤشر عفوا المتغير اللي هو المؤشر على الأوبجيكت الايوان بيقدر فقط يستخدم الآن الدواء للبابلك لو حاول انه يوصل ل المتغير لبرايفت انه يعمل مثلا آي دي ما بيقدرش يشوف الآي دي ولا النيم ولا ايضا السلري هو بس بيشوف فيما يتعلق فيه كذلك هنا ما بيشوف الأور والأور برايس وبيشوف بس ما يتعلق فيه شو يعني ما يتعلق فيه يعني بس بيشوف الناس اللي مش برايفت هتحكي لي طيب هم هدول موجودين في أوبجيكت لحال بحكي لك هو فكرة مرة تانية أحقية استخدام أحقية استخدام يعني هذا المؤشر قادر يستخدم ما هو موجود بداخل الأوبجيكت وما هو موجود بداخل الأب اللي تورث منه هذا الأوبجيكت فالوراثة يعني أنا جادر استخدم الخصائص اللي موجودة فيها وبستخدم البيانات أو المؤشر هذا عشان أخزن البيانات عن طريق والجترز أو عن طريق زي ما هنشوف في الفيديو اللي بعد هذا ترجمة نانسي قنقر